الفترة التدريس كانت من شكل تنفيذي واضح لنرتباط المستوى المهني للعلم في الفترة مثلاً من يناير إلى شهر دليل مدى ربع سنة ننفذنا حلالي 27 ريليان التدريبي في ثلاث مجالات مهمة المجال التأول هو البرامج المهنية متخصصة والترمية للمعلمين والمهنيين على أسريب التدريس وأسريب أو أسس التقويم الحديثة لإبساطاتها المهندة وفي تدريبات متخصصة بالمهند الدراسية وكان هناك تدريبات للغاية السردية لتحسين الأداة التدريسي للغاية الحنبية وفي تدريب العمل التنمية البشرية للمعلمين باعتبار أن التعليم عملية تنموية قصيدة وفي تدريبات التدريب على المناحة الجديدة وهو أكوب ويطور بصفوف البلد فكانت ليه حزمة من المعلمين البرامج وهذا لماذا نتجهد للسرد المعلمين والمعلمين كان لدينا حزمة من البرامج الإدارية المهمة التي تحسن المستوى الإداري والمعارات الإدارية الحديثة والإنتياز الإداري وكان لدينا برامج عن القيادة المدرسية باعتبار أن المدرسة وحدة التعليم فإذا كانت هذه المدرسة تدار بأسلوب جيد فالمخرج منها متوقع أن يكون مخرج فالصفافة القانونية كانت برنامج أيضاً وصفافة الجودة والاعتماد وهناك مهمة عن التكلم عنها حزمة التابتة كانت برامجة موجهة لبناء الاتباهات الأجرية وطنوية القيم فعندنا البرنامج القوم للتعليف بالمشبوعات القومية والبرنامج الثاني كانت تنبيه وطنوية القيمة والجلال اليوم التراسي والتعليم الموقف التنبيزي بفتة هذه الدرامة سنستخدمنا 7,79 معلج من ثم تنبيبهم هو 6.8.119 يعني نسبة المنجاز التنبيج كما تقول ترمج 1.9 مدينة لها هذا العدد الموقف الموقف التنبيزي للمجاز الملاك المعايير الدورة والاعتماد لمجالس المحافظة ويمكن هذه الشريحة شريحة مهدم قوي ونحن نتأملها كواس الموقف التنبيزي للمجاز المعتمدة في المحافظة البورس العيدة رغم من المحافظة البورس العيدة من تقول أن البنية تحكين جميع المدارس أو يحظن المدارس أو غالبية المدارس بنية جيدة وتسمح بالمدارس تعتمد بشيء من اليسر والسهودة كان الموقف التنبيزي منذ شهرين 73 مدارسة المعتمدة من كلمات كونسومية و17 مدارسة يتقلون أن نسبة المجالس المعتمدة هي المعتمدة بعد نشر ثقافة الجودة وإجراء التدريبات للمجالس ومسجود الجودة ارتفع نتائج أنا أغير لتائج العتمال زايد في 18 مدارسة تم زيارتها خلال الأسبوعين وماضيين بإدمالي 59 مدارسة أكثر من مدارسة إن شاء الله عندما توقفت تتقلين مدارسة ستجد نسبة الاعتمال من 15 طليل إلى 25 طليل ودي هتبقى نسبة مرضية في هذا القادم على الجانب الأخر، نحن يمكننا تدهيز مئة مدرسة للتراشق فنرشق منها 50 أو قادم إن شاء الله هذا في أول يوم، يعني أول شهر 6 أو قادم وده يكون رقم كبير وإن شاء الله سيعتمد ونقدر نرفع نسبة الاعتماد إلى نسبة معقولة وت plain وضعه الى الوضع يوم gab معقولة مواضحة التحول والنقلي كان مواضحه ليس نحنا في الدول التي لم تيجب التعليم خلال هذا التطررر، نقوم أعمالية الآخرين وسيكون لنا كنتم إخبارها استعداداً أو تنهيطاً للدخول على تحول رقم الجريع المنظومة التعليمية عن ذلك فإن شاء الله في الأول مايو ستجد جميع المؤسسات التعليمية التي لدينا في أمدريليا دخلت في مرحوات الرقمات الأنشطة التربوية نحن نعيد استثمار الأنشطة التربوية المختلفة في الدنيا شخصية التربوية وتنكيف المعارات الحياتية مثل معارض التواصل والتعاون والأحرم إلى المعارات الحياتية بين خلال الأنشطة التربوية وتتصيق القيام من خلال ممسك الأنشطة التربوية وإن شاء الله في العام القادمي سيكون هناك خطة من الأنشطة أو نبدأ نقول بسيطة واضحة من الأنشطة في جميع مراحل التعليم بحيث أن نربط الطالب بالمجاسة سيكون هذه الأنشطة تعليمية وتربوية لا تتم إلا عن قرون الأحرام وداخل المكاسة وهذا سيكون من الأنشطة التربوية تصب في أصم العملية التعليمية والعاملية التربوية المشاركة المجتمعية الحقيقة أتركوا أن هذا اللحور هو اللحور وهم جميع المؤسسات الدولة المهاردة تشتغل في خطة واحدة يبقى فيها المؤسسات المجتمع المدني يدورون أن المؤسسات المجتمع المدني تشارك المؤسسات التقومية في تنفيذ خطة الدولة وطبعاً عندنا هنا يمكن أن أقول أكثر من مرة أن برصة تحصى بمشاركة المجتمعية فعلاً فاعلة وعلى مطاق واسع ومن هذا المطاق نضع قصص مدينة ومعينية لأن مؤسسات المجتمع المدني تعمل في صناح تحقيق الأعمال تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية تسليم الغدار يمكن أن نطور نقطة الغدار التعليمية ولا نصف في المخضرات العملية التعليمية ترجمة نانسي قنقر